بسم الله الرحمن الرحيم والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحتاهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بؤتانا وإما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخطى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم بيثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلت إنه كان فاحشة ومقتا وساء ستنا ثربت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماكم وخالاتكم وبلاتكم وأخواتكم من أخواتكم وأخواتكم من أخواتكم وطاعتكم مهات الحذر وربائبكم التي تجولكم من لسائبكم التي دخلتم به فإن لم تكونوا دخلتم به فلا تناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصبابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان ربوراً رحماً والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير المسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريطاً ولا جناح عليكم فيما تراطيتم به من بعد فريطاً إن الله كان عليماً حسماً ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينفح المحونات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المسلمان والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهم وآتوهن أجورهن بالمعروف محطنان محطنات غير المسافحات ولا متخذات أخبار فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلين نصما على المحطنات من العذاب ذلك لمن خشي العلمة وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم وينزيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشموات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينهم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن كراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نسليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضلك إن الله كان بكل شيء عليماً ترجمة نانسي قنقر ألم أن أعطنا أبدا اشتركوا في القناة